أقف هنا أمام أحد مراكز فرز الأصوات وحتى الآن لم يتم الانتهاء من فرز الأصوات بالكامل وعادة نيفادا وأريزونا يتأخران في الإعلان رسميا عن النتائج النهائية للانتخابات في 2020 نيفادا أعلنت النتائج بعد أربعة أيام من الانتخابات وفي أريزونا أعلنوا النتائج بعد تسعة أيام ربما لن يكون التأخير بهذا الشكل ولكن حتى الآن الولايات متأخرتان في إعلان النتيجة تم فرز حوالي أكثر من 80% من الأصوات هنا في نيفادا ولكنها تظهر بكل تأكيد تقدم ترامب في هذه الولاية ولكنها ليست الإجابة النهائية أو يمكن اعتبار أنها الإجابة النهائية ولكن ليس فرز الأصوات بالكامل هذا فيما يتعلق بفرز الأصوات دائما ما تتأخر ولاية نيفادا ولكن دعيني أقول لك أن هذه الولاية التي لم تصوت للجمهوريين منذ 2006 هي تصوت للديمقراطيين منذ 2006 على ما يبدو تعود للجمهوريين في هذه الانتخابات لأنه بسبب الوعود الذكية والوقعية التي قطعها ترامب ويكفي أنه حينما كان ترامب هنا قبل الانتخابات بأسبوع قال هذه العبارة الذكية قال للمتجمعين والمتجمهرين كان حالكم أفضل حينما كنت رئيسا وبالفعل كما قال زميلي طلال منذ قليل الطعام على الطاولة يهم كل ناخب أمريكي والحالة الاقتصادية أثرت بشكل كبير في هذه الانتخابات وكانت عاملا أساسيا في توجيه الناس وحثهم على الذهاب والتصويت لترامب حتى هؤلاء الذين يخجلون أن يقولوا أنهم صوتوا لترامب صوتوا لترامب ولكنهم لم يقولوا ولكن هناك الكثير من الأصوات ذهبت واستطلاعات الرأي كانت غريبة للغاية لأن استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات كانت تعطي فارق ضئيل بين كاميلا هاريس ودونالد ترامب وعلى الرغم من هذه النتائج المتقربة في استطلاعات الرأي الواقع قال عكس ذلك الرجل أكتسح ليس فقط على مستوى الأصوات في المجمع الانتخابي ولكن حتى على مستوى الأصوات الشعبية وهو ما لم يحدث مثلا حينما فاز ترامب أمام هيلوري كليمتون هي حادث على الأصوات الشعبية هو حاز على أكبر أصوات أو أعلى أصوات في المجمع الانتخابي في هذه المرة على المستويين على مستوى الأصوات في المجمع الانتخابي حقق أرقاما أعلى وعلى مستوى الأصوات الشعبية أيضا هذا فيما يتعلق هنا بنيفادا بالنسبة لأريزونا ماريا أيضا تتأخر كثيرا في فرز الأصوات وفي المرة السابقة يعني أعلنت النتائج بعد تسعة أيام هذه المرة حتى الآن يعني في آخر مرة يعني شهد فيها الأرقام كانوا يتحدثون عن فرز أكثر من 60% وبالتالي العد مازال مستمرة لكنها تاريخيا هي كانت جمهورية على عكس فقط الانتخابات الماضية حينما صوتت لبايدن اشتركوا في القناة